اشتركوا في القناة الله وقوته موضوح القتليون ان شاء الله ستكلم فيه عن الاخطاء التأديبية التي تتعلق بالاجير ستكلم عن الافعال التي اذا ما ارتكبها الاجير بصفته هاته يعتبر مخلا بواجباته والتزاماته المفروضة عليه بمقتضى عقد الشغل الذي يربطه بالمشغيل او بمقتضى القوانين التشريعية او التنظيمية الجاري بها العمل داخل المؤسسة او المقاولة او اثناء مزاولة العمل هذه الافعال لم يقم المشرع بتحديدها وحصرها حتى يلزم المشغيل باحترامها لتأديب الاجير وانما ترك امر تقدير تلك الافعال للمشغيل ومنحه سلطة توقيع الجزاء المتناسب مع مدى خطورة وجسامة الفعل المخالف وان حدد المشرع بعضا من هذه الافعال واصفا اياها بالاخطاء الجسيمة التي يمكن ان تؤدي بمقترفها الى الفصل مباشرة من الشغل وقد وردت هذه الاخطاء على سبيل المثال لا على سبيل الحصر في نص المادة 39 من مدونة الشغل هذه الاخطاء التي يمكن للمشغيل ان يقيس عليها على نحو سليم خصوصا عندما يقرر اتخاذ قرار الفصل من الشغل في حق الاجير لان قرارات التأديب التي يتخذها المشغيل في حق الاجير تكون عرضة لمراقبة المحكمة في حالة عرض النزاع عليها من طرف احد الاطراف اذا سنتحدث في هذه الحصة عن الاخطاء التي تعتبر خطأا تأديبيا يستوزب الجزاء وايضا نعطي امثلة عن الاخطاء التي تعتبر خطأا جسيما يمكن ان تؤدي بالاجير الى الفصل مباشرة من الشغل ودون الحصول على اي تعويض وما دور نفتي الشغل في هذه الحالة سنتحدث في هذه الحصة عن هذه الاخطاء الجسيمة على ان نخصص موضوع الجزاءات التي يمكن ان يتخذها المشغيل في حق الاجير المخالف في حصة القادمة بحول الله وقواته قبل ذلك ادعوكم فضلا ان تشتركوا في القناة ودعما عبر الضغط على زر اعجاب وتفعيل زر الجرس ونلتقي بعد هذا الفاصل القصير وشكرا لجميع إذن ما هي هذه الاخطاء اللي نصع لها المشريع في المادة 39 من مدوانات الشغل اللي التي تؤديك بالاجير الى الفصل من الشغل دون الحصول على اي تعويض اولا امتناع الاجير عن القيام بالعمل المكلف به ما يعني ان الاجير ومن الالتزامات الملقات على عاتقه قانونا ان ينجز الشغل الذي كلف به والذي هو من اختصاصه فان لم يكن من اختصاصه ورفض القيام به فان المحكمة لا تعتبر ذلك امتناعا عن العمل وبالتالي تعتبر الفصل المتخد في حقه فصلا تعسفيا ثانيا التغيب غير المبرر عن العمل وهذا يتوجب على الاجير الذي تغيب لأسباب مشروعة ان يعمل على اشعار مشغله داخل الاجار القانونية بغيابه وان يدلي اذا ما اقتضى الامر بما يفيد سبب تغيبه وان لا اعتبر مرتكبا لخطأ تأديبي يمكن اعتباره بالخطأ العادي يستوجب تدبيرا تأديبيا عاديا ولا يرقى الى الخطأ الجسيم الذي يمكن ان يؤدي به الى الفصل من العمل الا اذا كان هذا التغيب بدون مبرر لاكتر من اربعة ايام او ثمانية انصاف يوم خلال الاثني عشر شهرا وذلك بعد ان يوجه المشغل انظارا للاجير بواسطة رسالة الانظار اي ان المشريع الزم المشغل بتوجيه رسالة الانظار الى هذا الاجير المتغيب مذكرا اياه بضرورة الالتحاق بالعمل تحت طائلة اتخاذ قرار الفصل في حقه من العمل دون اي تعويض ثالثا الاعتداء بالضرب ويعتبر هذا الفعل بمثابة خطأ جسيم يمكن ان يؤدي الى ترد دون الحصول على اي تعويض لكن مع ذلك يبقى للمحكامة سوء تتدير اذا ما تبين لها ان المعني بالامر كان ضحية او كان في حالة الدفاع شرعي وغير متعمد باثارة الشغب داخل المؤسسة او المقاولة فانها تخرجه من دائرة المسؤولية رابعا استعمال العنف او الاعتداء البدني لعرقلة سير المقاولة استعمال العنف او الاعتداء البدني لعرقلة سير المقاولة وهذا الفعل يتحقق اذا ما وجه ضد اجير اخر بالمؤسسة او المقاولة او ضد المشغل او من ينوب عن هذا المشغل او ضد احد المرتفقين او المتعاملين مع المؤسسة اذا كان الهدف من ذلك هو اثارة الفوضى او الشغب لعرقلة سير المقاولة خامسا الحاق ضرر جسيم بالتجهيزات او الالات او المواد الاولية عمدا او نتيجة اهمال فادح كما هو معلوم ان من الالتزامات المفروضة على الاجير هو ان يحافظ على الاشياء والوسائل والالات والتجهيزات المسلمة اليه للقيام بشغله وردها بعد الانتهاء من العمل لكن كل اهمال او تقصير او خطأ فادح نتج عنه ضرر جسيم بتلك المعدات والجهيزات والادوات يعتبر بالخطأ الجسيم يمكن ان يؤدي الى الفصل من الشغل بدون تعويض سادسا السكر واستهلاك او التعاطي للمخدرات والسب الفادح يعتبر السكر وتعاطي المخدرات وتوجيه السب داخل المؤسسة او المقاولة او اثناء العمل يعد بمثابة خطأ جسيم يمكن ان يؤدي الى الفصل من العمل والسب سواء وجها لأحد العاملين بالمؤسسة او لأحد المتعاملين معها وذلك بغض النظر عن مراكز ومناصب العمل سابعا افشاء سر مهني نتج عنه الاضرار بالمؤسسة او المقاولة من اهم الالتزامات الواجبة على الاجير ان يحفظ السر المهني للمقاولة وان لا يفشيه او ان يستعمله لحسابه الشخصي او للغير كافشاء المعلومات الخاصة بالانتاج او تصنيع وايضا الاساليب الخاصة المستعملة من طرف المؤسسة او المقاولة تسبب ذلك في الضرر بها ولو بعد انتهاء العقد الذي يربط الاجير بالمقاولة فلا يحق له استعمال تلك المعلومات المعتبرة من اصرار المقاولة لفائدة مصلحته الشخصية او لفائدة مشغل اخر لان ذلك يعد خطأ جسيما يمكن ان يؤدي بالاجير الى الفصل من العمل دون الحصول على اي تعويض بل ويمكن للمشغيل ان يطالبه بالتعويض عن الضرر الذي حصل للمقاولة او المؤسسة ثامنا الصرقة وخيانة الامانة الاجير مطالب بالتحلب الامانة وبالاخلاق الحميدة لكن اذا مرتكب الاجير فعل يعتبر صرقة او خيانة الامانة كصرقة مال منقول او غيره مملوك للمؤسسة المشغلة او يقوم بسؤنية باختلاس او تبديد للاشياء التي تدخل في ملك المؤسسة او المسلمة اليها على وجه الامانة او غيرها سواء كانت هذه الاشياء نقودا او سندات او وصولات او وطائق تتضمن وقائع مادية تتعلق بالمقاولة فانه بذلك يكون مرتكبا لجريمتي الصرقة وخيانة الامانة وايضا مقترفا لخطأ جسيم يبرر الطرد من العمل بدون اي تعويض تاسعا الفساد والتحريض عليه وهذا الفعل لا يعد فقط خطأا تأديبيا يبرر الفصل من الشغل وانما يمتد الى المسؤولية الجنائية عن هذا الفعل المعتبر في نفس الوقت الجريمة ينص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 490 من القانون الجنائي حيث جاء فيه ان كل علاقة جنسية بين رجل ومرأة لا تربط بينهم علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد الى سنة عاشرا ارتكاب الاجير خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة ارتكاب الاجير خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة وينبغي الانتباه الى ان العبرة هنا تعتبر بالخسارة المادية التي لحقت بالمشغل وليس بطبيعة الخطأ ان كان خطأا يسيرا ام خطأا خطيرا او ان يكون الخطأ عمديا او غير عمدي طالما نتج عن هذا الخطأ خسارة مادية جسيمة للمشغل هذه الاخطاء التي توصف بالجسيمة والتي قد تؤدي بالاجير الذي اتى احداها الى الفصل من الشغل مباشرة ودون الحصول على اي تعويض حددها المشرع فقط على سبيل المثال يمكن للمشغل ان يقيس عليها او على الاخطاء التي من المحتمل ارتكابها من طرف الاجير لكن في حالة قيام المشغل بفصل الاجير نتيجة ارتكابه خطأا اعتبره المشغل بالخطأ الجسيم وعرض النزاع على المحكمة فان الاخيرة تعمل على مراقبة مدى جسامة الخطأ المرتكب بحيث تعمل بالبحث في الاسباب التي اسس عليها المشغل لوصف الخطأ بالجسيم فان تبين للمحكمة صحة تلك الاسباب فان تحكم بصحة الاجراء التعديب المتخذ في حق الاجير اما اذا تأكد لها ان الاسباب واهية او غير مبنية على اساس او غير مقنعة حتى يتخذ اجراء الفصل من الشغل فانها تبطله وتصرح بتعويض الاجير عن الفصل التعسفي احبابي في الله الى هنا نكون قد انتهينا من حصة اليوم على امل اللقاء بكم ان شاء الله في موضوع الاجراءات او العقوبات التي يمكن للمشغل ان يتخذها في حق الاجير الذي ارتكب خطأا تأديبيا والى ذلكم الحين لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الاعجاب والى اللقاء بحول الله اشتركوا في القناة